أعطيني تاو الفيديو أعطيني تاو الفيديو لا تتجنش علي العتاب كان ردوان جيد تكذب وريني الفيديو وريني هنا تكلمتي على ردوان جيد تاو المغرب ولا ردوان جيد و ردوان جيد وين و رجل أمن حتى هو غريبي لا 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 ما قلت أنا سبيت جيب لي الفيديو ها قدام الناس كلنا عطيك اللي تحب وهذه الأولى الثانية وقت اللي أنا ماشي تحاسبني على ردة الفاعل ما شفت شي فاعلين أنا ماشي اللي ربيتش من بعد الجوار متاعي وبدأي يعطي فلي كارتان فأنا ماشي شن بعد الجوار وقت اللي يجي واحد يدفعني ويجبدني وكيندور أعطيني حاجة تباين اللي هو رجل أمن لا بستوربات ما أديداس كاسكيت وبافيت أعطيني أنا نسخيل واحد من الجمهور ومن الببليك دونكا كان هذا معين الشعباني خالت نبدأ بك كيفاش كان الحوار بين معين الشعباني وردة فعل كبيرة هو كنت في اتصال مع معين الشعباني اللي أكد أنه وقت اللي دخوله لندوة صحفية خالت حس وكأنه ومعناها الجميع ينظر له بنظرها غاضبة معناها وبعد كانت قال كنت ننتظر وأنه الناس بيش اسألني على الكورة على المقابلة في كيفاش أول مواجهة كانش سؤال الأول أنت اعتديت على صحفي وانت اعتديت على أمني وانت اعتديت وانت اعتديت وانت اعتديت وكانت هذه إجابة معين الشعباني خالت ووضح اللي السؤال واللي حام بعد المباراة فيها كالانتسيدان متاع ما بين الترجي والويدات في 2019 والمباراة كانت ما بين بركان والويدات توقع اللي أغلبية صحفي مش يكونوا تبعين للويدات ونجد يكون حتى تبع الصفحة الرسمية متاع متاع الويدات عالي الوجود متاع معين رجع لهم الذكريات الخائبة بين الويدات والترجي وكان هذي كان السبب الرئيسي للسؤال انت لعبت مباراة مدرب كانت لعب ضد الويدات وفا الماشطة متسني عالكورة مثل ايش على حاجة أخرى وانت سبيت وعملت على كل اشوف الصحفيين في العالم الملتزم وفاهمة اللي يلوش في البوز موعين يلا بيان ريبوندو الحقيقة المتزم وكانوا واضحين قال لنا ما سبيتش والشخص اللي جاني حتى حد ما نعرف انه هو رجل أمن يعني لابس سيفيل وشربات ما هذيك لازم شوف انا عادينا فادرة في المغرب رغم الوجو ياسر اللي حكيت هذوم متاع البوز والبروفوكاسيون موجودة بصيفة كبيرة ياسر في بارتيهم العمل متاع الصحفي المدرب والله يقول لهم على خطر كل كلمة او ناجم يقول لك حتى كلمك على كل ما السؤال والله في الموقع متاعه مباراة ما بين بركان واليداد فيها متاع ذكريات والله هي تختلف حول العمل الصحفي لانه أنا نحضره في ندوات الصحفية بعد المقابلات وظاهر فمال تامبرامون متاع مدرب بيكو متغشش ما زيدش انت تعاود تسألوا سؤال يتخليه بيتاتر يخرج عن الموضوع كان بالمكان انه يسألوا على مباراة متاع كورة قدام مرشيد ازمرلي اوكي روما حقك انك تسأل وبنحقك ان انت تستفسر لكن طريق نفهم حتى من وجه متاع الانساني يكون متغشش وإلا يضحك ولا كيفاش شعور متاعوله ظهر انه على ليش وقال عن دخول يقاعد ندوات الصحفية تحسوا وكأن الناس الكل معناه غاضبة مني لم يتناسى ومباراة الويدادو تراجيسي نهائي الفين وتسعتاش ما تنسى واش مباراة المصري بورسايد ونهضة بركان واللي قال له هو رضوان جيد كيفاش رضوان جيد شي صفر مباراة في طرف مغربي تصدق السلم يا حقك انا كلمة حسب رأي الغلطة ساعمل لول في الكوردناتريس مع انتا يظل هي هي اللي اعطت الكلمة وكانت نجم هي من الول بالكل تقول اللي يراه البواندو بريس هذا ويداد نهضة بركان كيف من بعد بو حتى موعين حتى رحب يجاوب وإذا كانوا حب يجاوب سيكون موضوع تحكي يكون حتى في وسائل الإعلام وفي وسائل في الميديا قبل ما يجيه ولا كي تطرح اسمه حتى تحس اللي حكي بها الصحفي معانتا ما جاتوش وقتها من وحي اللحظة ولا تذكرها وقتها كلها تحسها محظرة وتحسلي ثم معانتا موجة كاملة بتاع صحفيين ولا بتاع منظمة صحفية كنت ماشية في توجهة تلسل هذية بو انا الحاجة اللي ما حاجبتنيش مع سيبالي ديتايب الطريقة معانتا يحب يواجه لانتا ضد البلاد وضد الامن تاع البلاد معانتا كلا سلا حبي بورته معناها اذاك اللي مش به اذاك اللي مش به كتناش تحكي عالكول كتناش تقول راك غلط معانا مثلا وكل ينجم يعمل زلة لسان ينجم يعطيه فلسة بشي شاوه باية كونك تكون اجريسيف وتحب تهزها اا البلاسة مخترة وقام دولة وجيه هز دولة وكذا معانتا تكبر برشة الحديث ماش باهية هو ماذا تما كحكيت على دولة رشيد انا سؤيل الدوكل هنا فوزي لقجع هو معناها رجل دولة بامتياز لو كانت عنده معاني الشعبين عنده مشاكل مع الدولة ما نجمش يكون مدرب نهضة بركين فوزي لقجع هو الرئيسة شرفية نهضة بركين ومالو رزمان فام حكيه معاناها خمامت فيها اني بالقدير هاي تخمامك الحلوه هاي مالو رزمان جد في المات شلول هاي تهرفش عليش عليش ترمعين ما زلك يجيه وعندو هيك خلينا نقولوا معاناها وقت بش ياخو بلاستو بش يحكي مع العباد بش تعرف المكونات النادي وعين عمزو ثلاثة مات شويت يعني في بلاستو نقوب منك الموت كمال الجملة ما نسمعوش أصلا ما نحكيش معا ما نجاوبوش هاي كما قلت انتي جت في المباراة الأول مالو رزمان جت في المباراة الأول لا قولوا من الاخر مازال مش مالي مازال مش مالي بلاستو وجنابه مامش سخان من الاخر مازالك يدخل يا رب العمل عليك والاخر حذر له الحكاية وقاري له معاناها بلوزمان ترحو الكل وخاصة بعض اخسارة جاي بروفوكي فيه قضية استعجلية من طرف طيب السيدق الأستاذ يقول في تدوينه على فيسبوك تم منذ قليل نشر قضية استعجلية من ساعة إلى أخرى لإيقاف بما عبر عنه المهزلة هذا شنو قال طيب السيدق فريق البرنامج فريق العديد قاعدين التصلوا بصيد طيب السيدق مش كنا نحضر معانا شنو عرفوا قضية استعجلية في المغرب أسباب القضية انتخابات الجامعة قولي يدي دخل قولي يدي دخل معين وانتي خدلي طيب السيدق وستعجلية القضية استعجلية في علاقة بطبيعة للانتخابات الجامعة طوصية كرة القدم دجاهين يقعد تصديق هو قال تم منذ قليل نشر قضية استعجلية من ساعة إلى أخرى الإيقاف بما يعبر عنه المهزلة حسب تعبيره في الصفحة رسمية متاعه وشكور يقدم دونك هو طيب السيدق ايو لازم نتصلوا بيه بشنا عرفوا شو من موليب سيد القضية شاء الله إذا يسمع فينا هزعينا التليفون ولا أننا متأكد من يسمع فينا شاء الله يزعينا التليفون أما دي فيرقيل كنا نحكيو على المغرب وبركين ولقجة وكبير رجعتني هنا في بنا معين معين جزء كملت استاذ معين ما لازموش ما لازموش ينساق وراء الأمور هذية سكونا بالتو ما تعرفوا كل ديفيرسيون هيدو ما لازمو يركز على الكورة فهم دي خاطر عندو فريق معناها فمتي محترم عندو استحقاقات كسوسواء معناها وطنية ولا إقليمية عندو برشة كورة تستنى فيه عندو كونسنتري دو ماتشي دوبجيكتيف جايتو معناها لازمو يركز في الأمور هذيك لازمو يحاول كيفيش حتى نفسانيا معناه يطيح على روحه وفهم في شارج إيموتيف هذيك الكل يبو يتفهم على المناسقين العالميين دوري نفان سؤال خارج وتسعين ولي هم ميتا ومعارش سعين وخارج عن نتاق المستطيل أخضر اني منجربش عليه تعديو اللي بعد وكهو ما كيش يقدو يبروفوكيو فيها شك فارا بيش نعملو ماجازين احنا ما ترش قولك في زيارة الاهلي المصري والزمالك المصري اللي بعضهم الحقيقة بيدرام احنا هو كانت في مصر وعملت بوليميكة كبيرة ما بين الرافض وأيضا الموافق شفنا يعني رو ما كانتش يعني تباين في المواقف شفنا ما بين الرافض والمؤيد شوف انا في رأي تقديري الشخصي انها صورة تاريخية لكرة القدم المصري حتى وان كانت صورة لا تعكس ما هو موجود في القلوب وما لدى الجماهير والمنافسة الرياضية ونحبك وما تحبنيش ونكرك وما نحب لك شر الربح هذا الكل موجود في المصطلحات الجماهيرية الشعبوية الرياضية بين أكتاب كرة القدم في العالم أجمع ولكن انك انت تعطي بوادر متاع حسنية بوادر متاع مصالحة بوادر متاع تهتق بوادر انه الكرة تلعب على ترى بوادر الاستحقاق الرياضي بوادر النتيجة الرياضية مهم جدا انه المسؤول حتى كان يكن العصاء وقت يبدأ صحيحه في الثنية صحيحة والتاريخ سيذكروا له ذلك بعد عشرات السنين انه يقوم بالخطوة اللي الناس كل تخشاها من كان يتصور انه الاهل المصري برئيسه الحالي بيبو بالتاريخ الكروي لبيبو بما فعله بيبو اللاعب في الزمالك يتنقل ويمشي لتهناءة مجلس الإدارة الجديد للزمالك ويستقبله مجلس الإدارة الجديد واليوم كانت تشوف مواقع المصرية الكل اشتعلت بهاتي الأخبار وهاتي الصور والفيديوهات بين ايه و لا بين راية تصوير حاجة والواقع حاجة بين استنته وتشوف الطرح الجيه شنو يصير لكن خطوة المسؤول أنا نحب نثمنها لهنا خطوة المسؤول اللي حاول انه يهدى وقع الجماهير ويحاول انه ياخد خطوات صعبة جداً راو على المسؤول انه يقوم بها على أمل انه الكورة تتلعب على الميدان أنا نعرف انه اللي في القلب في القلب ونعرف كل واحد عنده المريولمتها ونعرف كل واحد عنده قناعاته ونعرف انه ثم التاريخ الذي لا يمحى فكيت لي ترح وربحت لي ترح ومكة ركشي وهذا معاك وهذا يضدك هذا كله بشي يقعد موجود لكن على أقل الصورة الجمالية تخليني أنا نثمنها باش نهار اخر كي نحكيه عليها ونقوله ثم مبادرات للصلح الرياضي رجع الجماهير ونرجع الوقان التونس رجع لي طاقة استيعاب كلية خليني أنا نتنقل وهو يجيني خلي الملاعب تفتح أبوابها من جديد لجماهيرها ما ينجمش هذي كل يصير وننظره بالواقع التونسي إذا كان مثلا ماش خطوات مسؤولة باش تعاود ترجع لحليك كتابة على الجانب التونسي خالد نجم تصير عنه حاجة كمان هكا ليش ليه لانا أكثر من مصر ولانا متعصبين أكثر منهم لعات شيء ليش متعصبين أكثر مصر خالد ليه ليه عندك حتى علاقة والله بالحق ليه نتسمعوا باهين احنا الحمدولي ليه خطر الريباليتي أهلي زمالك ليه ما عندكش فكر ايه توريك مع الناس مسؤولين مسؤولين شوف راو فوتبال كتقول فوتبال راو أم القومي زيدي طبعا راو أم القومي دونك وقت لي يبدأوا متاع الفوتبال اللي هم وراهم ملايين متاع عباد يوريوا الصورة هديك للشعب نجم تايح بارشة تنسيون تنسيون على المستوى المستويت الكل دونك هيدا ما هيدا لا ينفي الرياضية آه الرياضية ذاك ما فيش كلام كل يحب يضرب على المريول وحب يربح حب يفرح جمهوره لكن المسؤولين لازم يكونوا مسؤولين خضر كما فما علاقة بها ما بين الملعبية وم من ناحيتين ومتنقلوا ومشيوا منه المسؤولين لازم يكون فما علاقة بها جمهوره ذاك ما تزيدش ومزيدوش تنسيون يحب جمعيتو تربح نوني باكتشون لكن ما تزيدش عليه الضغط بحكيات فاغ هكا اموال بادرة متاع الرؤساء والمسؤولين يوري واللي راي تقعد تقعد كورة والتنافس والتنافس المناسبة هي جيت في كونتكست فيتفاي هي جيت في كونتكست فيتفاي كلهم ملاعبية سيموا دي كونترات فوكو الاهلي كيف جاي جاي زادة في كونتكست اخر ليكونهم عندهم اتفاق عام في مصر ليكونوا المنتخب متاعهم تاعب على خاطر العلاقة عندهم سيكونستال العلاقة الخائبة بلات لاني وزمالك ودونك تسمة حسين حسين جيب في كونتكست دا شوية ذاية اللي هو يمثل رزوز في الكنتكست متاع الصلح العام الوطني فعملوا الخطوة ذاية خاطر كانت تسمى عداوة كبيرة إدارية في العشرة السينات باشنا نختموا بطبيعة عشر لمرحلة فادي النزول دكتور مقابلات تلاتي حاطة طوين تعادم عن بلبيجي سفر مقابل سفر نادي بنزرتي يفوز الاتحاد بن جردان اثنين بلاش وستقبل السيمان على القوافل يفوز اثنين بلاش وفوز نجم متلوي على مستقبل مرسى ثلاثة مقابل لواحد خلنا نادي بنزرتي يواصل الانفراد بالصدار وتشتدت تنافس في أسفل الترتيب نادي بنزرتي عاد لحقيقة مباراة ممتازة جدا كان فريمان وره معناها تين